المشكلة الأساسية في هذه المنصة هناك التلاعب أين؟ التلاعب ليس فقط في الهاتف يعني أنا أفتح اعتماد المشكلة صارت كبيرة جدا في العراق الاعتماد لم يراقب إحنا كنا في البنوك عندما يأتي واحد يفتح اعتماد نعرف سعر الاعتماد سعر البضاعة كم المفروض أن يحول إلى خارج؟ الاعتماد بس حتى نعرف الاعتماد هو مقابل شراء بضاعة يفتح ألسيز أي اعتماد وثيقة هذه الوثيقة تحول إلى الشركة بين البنكين أن هذه قيمة البضاعة بهذا السعر تأتي للبضاعة CNF أو CIF إلى الميناء يعني CIF وإنشورانس مع التأمين أو هذا تأتي إلى الميناء عندما تأتي إما على الإطلاع أو على كشف البضاعة وتحول المبلغ مباشرة من بنك إلى بنك هذه النقطة هذه الاعتماد عبارة عن تفاصيل كاملة كاملة موجود في الاعتماد كل التفاصيل كاملة في الاعتماد وتحول وضمن المنصة تحول وأين تأتي المشكلة؟ المشكلة أنه أنا أستورد بضاعة مليون دولار أكتبها خمسة مليون أو أربعة مليون ليس هناك رقابة على الفروقات بهذه الأسعار فهنا يأتي لأنه شغل المنصة تقيم المنصة لا تعطي أنا أقول لك الأسعار جاتي بموجود بالاعتماد ترجمة نانسي قنقر